بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده نتعرف على موضوع الريسورس ليفلينج الريسورس ليفلينج بيبقى مهم عشان الريسورس المعددية الليمت بالنسبة لي ان انا ابدأ اعمل لها ليفل عشان ما يبقىش في حاجة معدية الليمت بتاع الريسورس ويبقى كلهم بتوزيع شبه سموث بيتم ده من خلال القايمة بتاعت الريسورس ليفلينج بوصلها من ان انا بيجي عند الايكون ده وضغط بتطلع القايمة اول حاجة فيها بيقول لي automatic level resources when scheduling لو علمت على الاختيار ده كل مرة هعمل scheduling هيعمل leveling معها consider assignments in other projects with priority equal or higher than اخذ في اعتباري التخصيصات بتاعت الريسورس بحيث ان يعمل leveling على اكتر من project مع المشاريع انهي بقى with in other projects with priority اللي لها priority اكبر من او يساوي الخمسة preserve schedule early and late dates احافظ على early and late dates بتوع schedule recalculating assignment costs after leveling هل اعمل اعادة حساب للassignments ده نتيجة انه لما بعمل مثلا leveling ممكن ان احد الاكتيبتيز ممكن انه يحصل له slippage انه هو مثلا كان هيتنفذ في شهر اكتوبر بعد ما عملت الليفلينج لقيت انه هيتنفذ في شهر نوفمبر والريسورس اللي معمول له assignment ممكن انه هو يكون له سعر في اكتوبر غير سعره في نوفمبر اكون انا اعمل بريودز ليه الريسورس ده انه هو سعره مثلا في فترة معينة غير سعره في فترة تانية وهكذا فهل يعيد عملية الكالكوليشن يعيد الحسابات ولا لا level all resources ولا اختار resources معينة هل في resources معينة هي اللي انا اريد اعمل عليها leveling ولا لكل resources بتاعت المشروع الجزء اللي بعد كده level resources only within activity total float هل في total float معين؟ مثلا هو ده اللي انا اشتغل عليه ولا اشتغل على الزير عادي تحافظ على أن الـ total float يكون 0 maximum percent over allocate resources النسبة بتاعت الـ over allocation ممكن أوصل لغاية 25% أو أوصل مثلا لغاية 0% أو أوصل 10% زي ما أنا عايز ممكن 0 يعني فيش over allocation خالص هنا بيقول لي الـ priorities وعطيني الأكتيبيتي ويترتيب ascending ascending يعني تصاعدي ممكن أنا أزود عنصر تاني أعمل بـ leveling هو برضو ياخده في اعتباره وهو بيعمل leveling يعني لو فيه اثنين مثلا لهم نفس الـ priority ينتقل بعد كده كارل ما بينهم بإيه هل بالـ id مثلا ولا بالـ department مين اللي له أولوية عن مين في أنه ياخد الـ resource من التاني وفي النهاية أعمل log to file هل أعمل لوجينج للموضوع في الفايل اللي موجود المسار بتاعه ده ولا لا ولا لا